اشتركوا في القناة ومع المهارة الذاتية الخامسة وهي مهارة الانضباط الذاتي نناقش بإذن الله في هذه الحلقة عدة عناصر أولها ما هو الانضباط الذاتي؟ ما هي مظاهر عدم الانضباط الذاتي؟ وما هي الأسباب في حصول عدم الانضباط الذاتي؟ وأخيرا وسائل عملية لتحصيل الانضباط الذاتي الانضباط الذاتي معناه فعل الأوجب في الوقت الأنسب بمعنى فعل أهم ما يجب فعله في وقته المحدد له بحيث تؤدي الواجبات المطلوبة والتي تحقق لك النتائج المرغوبة في أوقاتها المحددة من غير تسويف أو تأخير من مظاهر عدم الانضباط الذاتي تأخير أداء الواجبات التسويف التفريط في كثير من الأهداف والطموحات أن يكون عند الإنسان أماني بلا تفاني عدم وجود إنجازات واضحة في حياة الفرد التشتت تداخل الرغبات وتقديم المفضول على الفاضل ضياع الأولويات والانشغال بأمور ثانوية كل هذه المظاهر وغيرها من مظاهر عدم الانضباط الذاتي إذن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الخلل وعدم وجود انضباط ذاتي عند الفرد يؤهله لتحقيق وأداء الواجبات وترتيب الأولويات وتنفيذها في الوقت المحدد له من أول وأغرب هذه الأسباب النشأة المدنية إن النشأة في بيئة مدنية تكثر فيها القوانين والإلزامات تضعف عند الإنسان قوة الانضباط الذاتي التي يسميها علماء النفس البأس تضعف البأس عند الإنسان وقوة الانضباط بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا إذا كانت هناك قوة خارجية تدفعه لأداء هذا العمل فمنذ نشأته تعود أن يدفع دفعا للذهاب إلى المدرسة وأن يدفع دفعا للمذاكرة قبل الاختبارات وأن يدفع دفعا للأكل والشرب وغيرها من الأعمال الأساسية في الحياة فمبالك بغيرها من الأهداف التي تتطلب نوعا من أنواع المبادرة هذه النشأة المليئة بالقوانين والالتزامات تضعف قوة الإنسان في تحقيق ما يريده من غير حاجة إلى قوة خارجية تدفعه لذلك تجد كثيرا من الناس لا يستطيع أن يؤدي عملا إلا إذا كان إلزاميا فلا يستطيع مثلا أن يطلب العلم إلا إذا كان هناك معهد أو مدرسة أو جامعة لا بد أن يلتزم بها وإلا سترتب على ذلك خسائر حتى يستطيع أن يحصل شيئا من العلم هذا لم يكن في حياة العظماء موجودا وإنما كان عندهم الدافع الذاتي يستطيعون صنع الدافع الذاتي ويلتزمون به دون حاجة إلى منشط أو دافع خارجي والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أصحابه كان يعلمهم من غير أن يكسر عندهم هذا المعنى فلم يكن تعليمه صلى الله عليه وسلم لصحابته بالفرض وكذلك من بعده من العلماء في العصور المتقدمة لم يكن التعليم إلزاميا بل كان الطالب يذهب أو الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يذهب إلى شيخه ليتعلم برغبة ودافع داخلي منه فقط فلا يلزم ابتداء بطلب العلم ولا يلزم نهاية بنوع العلم الذي يطلبه وإنما يطلب كل إنسان ما يميل إليه ويرغب فيه فلذلك أبدعه وتطور السبب الثاني في أسباب عدم الانضبط الذاتي هو غياب الدافع أو عدم وضوحه بعض الناس يريد أن ينضبط ذاتيا لكن ليس عنده دافع لحصول هذا الانضباط لا يجد رغبة داخلية أو سببا مقنعا لكي ينضبط ذاتيا ويؤدي واجباته أو عنده بعض الدوافع لكنها غير فعالة غير كافية لإرغامه على الانضباط الذاتي ثالثا وهذه مشكلة كبيرة وهي من أهم أسباب عدم الانضباط الذاتي وهي النزعة إلى الكمالية فبعض الناس يفرطون في أداء كثير من الواجبات بسبب عجيب وهو أنهم يريدون أداء هذه الواجبات في صورة كاملة لا يعترها أي نقص وبسبب هذه النزعة إلى الكمالية يتأخر أداء عمله مرة بعد مرة حتى يفوت الوقت وينتهي العمل ويصبح في عداد المفرطين سبب ذلك نزعته إلى الكمالية إذن كيف نحقق الانضباط الذاتي؟ ما هي الوسائل العملية لتحصيل الانضباط الذاتي؟ ترجمة نانسي قنقر